بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث الرحمة المهداء يوم الحد عندنا يوم بيبقى عندنا يوم مهم وساعات بيبقى يوم تقيل وساعات بيبقى يوم فيه ابتكار كتير وعشان بنتكلم على ازاي ننتقل ونرتقي في هرم التوافق الزواجي ننتقل من التوافق الى الرضا الى السعادة النهاردة بالذات هنتكلم على ايه التحديات اللي بتقابلنا وبتخلينا مش راضين زواجية فيه احوال كتيرة لا الازواج ولا الزواجات بمراضين النهاردة هنتكلم على حاجة مصطلح جديد بس المصطلح ده لو ما تكلمناش عليه يبقى احنا مش عايشين مع البيوت اللي بيجرى فيها مع الاحوال مع التغيرات اللي بتحصل مع الناس اللي بتتجاوز جديد خاصة اللي بتتجاوز جديد مش عايشين معاهم حياتهم احنا النهاردة هنتكلم على مصطلح ارجو ان احنا نحفظه وندير عليه حوارات كتيرة وندير عليه نقاشات المصطلح هو مصطلح المكمل الزواجي ده مصطلح جديد بيكشف عن ظاهرة جديدة شوية صعبة ظاهرة اسمها ظاهرة عدم الاكتفاء الزواجي اللي فيه الزوج او الزوجة اللي هو احد الطرفي الزواج الزوج او الزوجة بيبقى محتاج لودن تسمعه هو حاسس ان في البيت ما بتسمعش او محتاج لكتف يسند عليه او محتاج لضهر يسنده ويساعده او ساعد محتاج لحضن عشان يحتويه وده ادى الى ظهور ظاهرة واضحة قوي محدش يقدر يخطئها الان ظاهرة ايه الاحتفاظ بالاصدقاء باصدقاء ما قبل الزواج على نفس درجة التداخل الشخصي والاقتراب والاطلاع على الاسرار هي داخل الجواز ومحتفظة بانتمة هو داخل الجواز ومحتفظ بانتمته طب ده يعمل ايه ايه وظيفة دي دلوقتي ده المفروض انا كزوجة انت مكتفي بيا ما ينفعش ان في حد يسمع اسرارك غيري ما ينفعش ان يبقى فيه ودن انت بتتكلم معاها كل المدة دي لان في حاجة اسمعها الغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر اللي فعلته السيدة عائشة لانها بتغير معنى ان هي بتغير يعني ايه يعني الوقت الاكبر لحبيبي يكون معايا والغيرة صفة لما بتتحط في اطارها الطبيعي اللي بتنشطي الزواج وبتخليه واحنا اتكلمنا على الغيرة الرشيدة وعملناها حلقة وتكلمنا عنها بالتفصيل وارجو ان احنا نرجع ونشوفها فرسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح السيدة عائشة عمل التصرف كانت لابد ان هي تضمن اثره لما كسرت صفحة السيدة حفصة فاخد صفحة من صفحات اخد طبق من اطباء السيدة عائشة واده للسيدة حفصة بس وقى ليه غارت امكم فلما يحصل بقى ان حد في الجواز جاي محتفظ بصديق ليه على نفس درجة التداخل فيشعر ان الزوج مين ده ده اللي لما بحتاجله بلاقيه طب والزوج هنا موجود بالنسبة ايه انت مش عارف ده مين اه ده مين ده الدور ده وتمفروض انا اللي بقول بيه فيحس ان هو زوج الا الانتيم وهي برضو تحس ان الانتيم ده اللي بتسمعه ومعرفش ايه وبتحلوش فبيبقى هي زوجة الا الانتيمة طب ده دورهم ايه؟ كل واحد فيهم بيقول للزوج والزوجة ان ده دوره ان هو مكمل زواجي يعني بيبقى دوره كانه ده بيكمل وجود الانسة او وجود الذكر في حياتي ده بيوصل في بعض الاحيين ان الزوج في بعض الاحيين لو ما عندوش انتيمة ان هو ممكن ينجاوز مرة تانية واول حاجة بتيجي في بالي الزوجة لما زوجة بيتجاوز مرة تانية ان في بعض الاحيين لما يكون مضى مدة من العمر وطبعا لما نسأل ايه الزوج راح تزوج الزوجة تانية ليه؟ فكرة المكمل الزواجي اللي هو ايه اللي بقى? ايه اللي حاصل؟ ان هو حاسس ان زوجته مش موافقة لكل التصور اللي كان عنده للزوجة لكن الزوجة بتتوجع قوي بتتوجع قوي ليه؟ بتقول هو بعض العمر ده كله وبعض الدعم والمسندة ويبقى ده جزائي علشان كده بتكون شايفة ان هو في بعض الاحيين خنها وانا شايف ان مصطلح الخيانة لابد ان احنا نتكلم عنه في الاطار ده عشان بس نحسمه مصطلح الخيانة هنا فيما يستخدمه الرأي العام احنا احنا الشعب نستخدم مصطلح الخيانة للدلالة على تلات معاني المعنى الاولاني اللي هو ممكن في بعض الاحيين يلتبس على بعض المشاخ ان مصطلح الخيانة ده اللي هو مسألة فعل الفاحشة اللي هو الزن والمصطلح التاني انه واخنها يعني خالف الوعد اللي بينهم وخالف التوقعات ويبقى دوات معناه خيانة الوعد وخيانة العهد وخيانة اللي احنا متفقين عليه والمعنى التالي اللي احنا نستخدمه الخيانة الوالغدر يعني غادر بشخص فاخد حق حق لي من وراه ده المصطلحات ده المعنى التالتة اللي احنا نستخدم فيها الخيانة في الاطار العام علشان كده بنقول اي تغيير في العلاقة الزوجية ما بين الازواج لابد ان هو يكون بتوافق وكذلك وجود اي طرف دخول اي طرف في العلاقة الزوجية لابد ان يكون بتوافق وانا بقول اوعى زوج يصدق ان زوجته راضية ان يبقى فيه امرأة اخرى بتقوم باي دور في حياة زوجها وهو اي امرأة تصدق ان زوجها راضي بان اي حد يقوم بدور في حياتها من ادوار المسندة والرجولة لو حصل ان هو راضي بدا العلامة دي بتبقى علامة مش جيدة فيكونه هيكون زوج كامل الادوار او زوجها كاملة الادوار ليه طيب لان المسألة صعبة فعشان كده فيه رجالة بتكون شايفة ان هي محتاجة مكمل زواجي سواء حتى في اطار ما هو جائز فيبقى شايف ان هو محتاج لزوجها تانية وساعات الازواج بيعملوا بيعملوا حاجة واضحة يجي يقول والله انا لازم كان بوضوح انا هزي الظاهرة يقول والله انا عندي احتياج سواء احتياج عاطفي او احتياج جنسي اكتر من اللي زوجتي تتحمله فانا عشان كده محتاج زوجها تاني ده لما يكون هو عايز يروح في اطار في الاطار الشرعي ممكن يروح على فكرة في الاطار غير الشرعي يبقى فيه اطار الى علاقات خارج الجواز يقعد بالساعات عالسوشال ميديا او يقعد ويخرج مع ناس في اطار ايه في اطار ان هو ما عندوش حد بيسمعه فهو مضطر كل ما اجا اكلمها ما بتدينيش فرصة وساعاتها كمان كل ما اجا اكلمه ما عندوش غير الانتقاد الانتقاد وانا محتاج ان حد يسمعني يحسسني بالامان بالامان والاحتواء واحنا دايما بنقول ان لو ما حصلش الاحتواء داخل الاسرة فيه طرف تارت وقف بر فيه طرف وقف بره الاسرة بيتلقف اللي بيقع من الاسرة وانا قصد كلمة اللي بيقع من الاسرة يعني لما يبقى عندنا سفينة الاسرة فيها خرق وحد وقع على طول حد بيتلقف في بعض الاحيين الازواج بيكون عندهم احساس انه عايز يدرك الحياة ساعات بيحصل الاحتياج الى هذا المكمل الغذائي سواء من الزوج او الزوجة يحصل لهم عند ازمة منتصف العمر فيه اللي يحصل فلما يمروا وساعات اللي بيحصل لهم بعد ما يحصل لهم ازمات انه هو محتاج مكمل غذائي لما يحصلوا ازمة صحية او ازمة مالية فبعد ما يخرج من الازمة مالية او الازمة الصحية بيقول انه محتاج وكأنه عايز يحتاج يدرك الحياة بشكل اخر فيدور على حد يعمله المكمل الزواجي ده ساعات انا بقول للازواج لو سمحتم ايه اللي بيدفع الناس انها بتبحث عن المكمل الغذائي المكمل الزواجي ده سوف انا حتى بقول المكمل الغذائي المكمل الزواجي ده اوه بتعامل معنا على فكرة كثير من الازواج والزوجات بيتعاملوا مع ده على انه مكمل الغذائي احنا محتاجين عشان نكمل جوازنا محتاجين حتى تاني يكمل معنا الامر ده انا ما بكلمش عن حاجة الناس انتوا سمعيني عارفين ان الحاجة دي حقيقية واذا كنا حطناها على اكس الخيانة بمعنى انه خيانة المواثيق والعود اللي بينا فده مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك طب واذا ما لم يكن خد خانك فمخالفته بهذه الطريقة ده حرام ولزايك ساعات لما تنزل لعيوب شريك حياتك وتلاقي فيه عيوب افتكر ان انت كمان عندك عيوب زوجية يعني لما تفتكر ان هي ما بتسمعكش قول لي بالزبط انت قدي ايه مخصص وقت عشان تسمعها ولهن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في الغالب مثلا لما هو يجي يشتكي من من ان هي نكدية وانا محتاج ان انا اشوف الانسة بعيدا عن النكد نكدية يعني ايه دايما كسيرة الانتقاد وتايما كسيرة اللهم وتايما كسيرة الشكو وعلى فكرة الاستداد احيانا بتعاند ومش عايزة تسمع كلامه عشان هي في الحقيقة حاسة ان هو ما بيقومش بدوره فيها معاها فمسألة العيوب دي لازم اننا نعرف ان احنا لما اتجوزنا والكلام ده تبقوله بصفة خاصة للازواج انت لما اتجوزت انت ما اتجوزتش على كتالوج احنا تجوزنا على اساس ان احنا بناء دمين ودولها بناء تحوى زي ما انت ابن آدم يعني هم بشر زيك زيك زيهم بالزبط فساعة ما هي ساعة ما انت بتشوف ان هو غير منطق ان هي تقولك ان انت ليه ما بتفهمنيش ليه ما بتفهمنيش من غير ما تكلم وتشوف ان ده غير منطقي يبقى ايضا مش منطقي ان انت كمان وانت بتتعامل معاها بتتعامل معاها على ان هي لازم تبقى امرأة مكتملة الانوسة ومكتملة ومكتملة الامومة ومكتملة كل حاجة وانت ما ستعبتهاش في ده ولا هي تدربت على ده وعشان كده ايه دايما في بداية الزواج باللاحظ قزمة البطولة خصوصا مع الزوجات المستقلات شوي فتحس بالمنافسة مين هيثبت ان هو بطالها زوجها ولا ابوها وكلمته هي اللي تمشي فساعات الزوجات بتخلي ابوها مكمل زواجي فتحس الزوجها ان ابوها هو بطالها عشان تكمل صورة الزوج صورة البطل عندها فبتعمل الكلام ده فبيكون خطر عايز اقول للازواج اللي بيفكروا كده ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيترك للسيدة عائشة مجال فتقول لناس اكبر منها زي مثلا سيدنا عبد الله بن عمر ان هي ليها مجال في الحركة وليها مجال في الاتمام تقول لسيدنا عبد الله بن عمر ان هي لها موقف اللي هو بيحدث بيه فيبقى ايه المقصود هنا المقصود ببساطة خالص انها لها دور فالمرأة المستقلة لازم تحس ان هي زي ما ولدها كان بيديها بيخلي لها دور انت كمان خلي لها دور ما تبقاش خايف منها يبقى ايه فكرة المكمل الزواجي دي انا مش هنقتصر على حلقة النهار ده احنا كمان هنتكلم مرة تانية بس خلونا نسعف نفسنا وباننا مفتحنا ملف انا شايف ان هو ملف مهم جدا لازم نتكلم عنه لان ملف ده في الحقيقة بيخلي العلاقة الزوجية في حرط ارتباك احنا عايزين بشكل واضح نبين ايه مفهوم الرجول الحقيقية عند الرجالة وهو في بعض الاحيان ممارسة مفهوم الرجولة ان انا مش لاقي السيطرة بتاعتي يعني مش لاقي دوري كرجل في البيت ان انا مش مسيطر على البيت فبروح لحد محتاج لي عشان احس بان انا برجلتي عشان حد بيحتاج وحد مطلقة ومعا اولاد ومحتاجة حد او هي تحس ان في حد بيقولها كلام حلو على طول من غير ما يحاول بقدر امكان ان هي يخليها زوجة زوجة في شكل صحيح الكلام ده بيهدد البيت جدا 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 البيوت لا تبنى على اشباع الاحتياجات ليه؟ في احتياجات اكيد عندرها وفي احتياجات اساسية لازم يتعاون مع الزوج والزوجة لكن ما ينفعش ان كل واحد فينا يكون راسم ان احتياجاته هتشبع ازاي واذا كان زوجه ما يلبيش الاحتياجات بنفس الطريقة اللي هو عايزها يبقى هو محتاج لمكمل زواجي الحقيقة ده خطر جدا جدا على البيت خطر جدا البيوت مش معمولة عشان تشبع الاحتياجات لان الاحتياجات بالمناسبة موجودة عشان ندرها مش عشان نبقى عبيد لها وعشان كده اول اجراء لازم كل واحد فينا يغير شوية مفاهيم مفاهيم مهمة جدا 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 ان انا مش متجاوز عشان بسط انا مش متجاوز عشان احنا الاتنين نبقى سعداء مع بعض مش معنى ان انا ما مبسطتش يبقى الجواز باز لا مش معنى ان انا ما مبسطتش قد يكون معناه ان انا ما تغيرتش وبقيت زوج لان الله سبحانه تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه يبقى انا لازم اغير مفهومي من كوني عازب بتلبى لي كل الاحتياجات الى كوني زوج بدير احتياجاتي وبنعمل قواسم مشتركة عشان نعيش مع بعض لكن انا مش مبسوط مش مرتاح يعني ايه مش مبسوط ومش مرتاح مش بتلبي لي كل احتياجاتي فلازم نراجع تصورنا عن الحياة ونشوف احتياجاتنا في ظل احتياجات الطرف الاخر اللي هو شرك الحياة ونحاول نلب احتياجات شرك حياتنا ونصل الى شيء متفق عليه نصل الى توافق زي احتياج مثلا شرك الحياة الى الثناء والمديح زي ما بتحتاجه كتير من النساء واحتياج شرك الحياة زي الازواج ما بيحتاجه الى التقدير والتبجيل وكلامات التشجيع والدعوات كمان لازم نركز نركز بشكل واضح جدا ده اول اجراء لازم نعمله الحاجة التانية لما حد يحصل خلاف وناوي ان هو ياخد اجراء لان هو مش قادر يعيش كده لازم يقعد قبل ما يعمل اي خطوة لازم بشكل واضح يحاول ببساطة يجلس مع شريك حياته حاول تاخد خطوة عملية بانك انت تقعد مع شريك حياتك وتتكلم معاه هو ايه اللي ممكن يقدمه ايه اللي انت ممكن تقدمه عشان ما انا اعشف فخ المكمل الزواجي فاول حاجة لازم نقعد مع بعض ونتكلم الحاجة التانية ببساطة خالص اذا احنا ما قدر لازم نروح لأهل الخبر تجون في مركز الارشاد الزواجي لو مش عارفين ده ما تعملش المكمل الغذائي المكمل الغذائي ده في الغالب ممكن يكون حرام في اغلب الاحيان بيكون حرام الحاجة التالتة في حاجة مهمة جدا اسمها ادارة العينين قبل ما انقل العينية في حص المساوئ انقل العينية عشان تشوف المحاسن وامل عيني من محاسن زوجتي وهي تملي معنا في محاسن زوجها التالت اجراءات دي لما تتعمل لان على فكرة بعد ما بيروح المكمل الغذائي وتكون تكلفته عالية ونقع في الفضيح ونقع في المشكلات بنرجع تاني ونقول يا ده زوجك الرحمة يا ده زوجتي كانت نعمة من نعم ربنا وعشان كده المكمل للزواج للأسف مش هو الحل الحل هو رؤية جمال ونعمة ربنا في التوفيق ما بين زوجين وزي ربنا سبحانه تعالى جعل علاقتنا فيها كتير من الرحمة هنكمل في الملف ونتكلم مرة تانية كلام يأتي على هذا الوجع اللي فيه ناس كتير متوجعة منه ومش عارف هتحل ه هنشوف الإجراءات التلاتة ونكمل مع بعض وإحنا نكملين مع بعض وشايفين إن إحنا وإحنا بنمشي في الطريق ده لازم كمان تكون معنا صفحتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان مهتمين جدا وإحنا بنتكلم عن الحلقات دي إن إحنا نسمع قراءكم ونشوف كمان أسئلتكم المباركة ومعنا أول سؤال النهاردة من السيد أبو محمد من الجيزة أبو محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإزاي حضرتك كل سلام حضرتك بخير وبصحة وبصلام أنت ومن تحب تفضل علي صوتك بس أنا مستمع صوتك كويس ممكن تعلي صوتك يا أبو محمد ماشي كامل يا أبو محمد كامل كنت عايز أقبل رئيس الجمهورية السيد على فتاح السيسي بطلب مقابلته طيب أنا معايا زب طيب أستاذ أبو محمد إحنا يعني بدورنا بنقول لحضرتك إن في قنوات واضحة جدا جدا ومعروفة جدا جدا وقنوات متاح متاحة عشان تلبي كل الطلبات اللي ممكن فيها ترفع الواجعة والضيق عن الناس وخاصة مع مبادرات كتيرة جدا 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 بنساعد في ده زي مبادرة حقاة كريمة ومبادرات أخرى بتسعى إلى فتح أبواب التضامن والتكافل وخاصة مع أهلنا اللي بيهم محتاجين لده كله معانا مين السيدة مجانة من الأليوبية تتفضل عليكم سعى هستأذن حضرتك بس هما سؤالين تفضلي أنا حاسة أنت كنت هستأذن حضرتك أن أنت تطول بالك علي والله بطول بالي بس يلا اتفضلي بس يلا بسؤالة يا مجان ماشي حضرتك هو بس أولا هو أخوية زعلان مني وكده حلف على أمراته ما تكلميش ولا تيجي عمي طيب بس أمراته ما عليش تكلمتني وجات إيه عشان تشوفي حلف بالطلاق يعني ولا حلف قالوا الله ولا إيه لا قالوا علي الطلاق ما طيب السؤال التاني ما تروحيش ولا تكلمي طيب السؤال التاني يا مجان سؤال التاني بقى حضرتك أحنا هنا عايشين يعني أنا وزوجي لازم كل حاجة أقول عليها إيه أقول عليها حلوة وجميلة ما أقدرش أقول علي حاجة لا أوحشة يعني أقول الحزب عن حسن أنا عايشة أفنفوق بنافقه أه حلوة وجميلة مش عارفة أدي رأيي في أي حاجة يعني مش عارفة أدي رأييي بأي حاجة أقول له لا لو رجحته في حاجة أنت مرتفهميش أنت حت الجموثة أنت مرتفهموش ويقعد يزعى فمن التالي بنقعد كل حاجة نقول له أه أنت صح أه أنت صح أه أنت جميلة سؤالك سؤالك بتعملي أي في الحالة دي يا مجانع أقول لك حضرتك على طول مجانع أوه ده سؤالك سؤالك أن أنت تعملي إيه مش كده أه أعمل إيه من على حاجة أقول لحضرتك حاجة أقول لحضرتك بص يا مجانع في حاجة ما هي يثبت قولي الكلام الحلو وبعد ما تقولي الكلام الحلو وتنتازي تقولوله إحنا ممكن نعمل أحسن من كده يعني قولي الكلام الحلو بقولي إحنا ممكن نعمل لو عملنا كده يبقى أحسن من كده كده هيبقى أحسن بكتير جدا 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 لو أنت عملت ده يعني قولي الكلام الحلو وعلى فكرة الكلام الحلو للزوج أو للزوجة مالوش علاقة بالنفاق ده كلام حلو خالص بس أنت عايزة تنصحيه قولي الكلام الحلو بعد كده قولي اللي أحسن من كده أما مسألت الحلفان فإحنا محتاجين لأخوكي يسألنا عشان مسألة الطلاق وما بنفتيش فيها غير لصاحب لفظ الطلاق هتقولي طب يا عيسن مشكلة أبدا هو يسأل أنا حلفت إزاي أتخلص من هذا الحلفان لأننا لازم أعرف اللفظ الدقيق كان إيه وإن شاء الله يكون كل خير إن شاء الله يا سادة احنا مستمرين مع حضرتكم وعن نتلقى أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفصل رجينا لحضرتكم معنا أسئلتكم مباركة ومعنا الأستاذ دعاء أستاذ دعاء اتفضلي أهلاً إزاي حضرتك فيه نعم وفضل الحمد لله أهلاً إزاي حضرتك فيه أهلاً وسهلاً بحضرتك يا أستاذ دعاء اتفضلي دعاءت حضرتك كيفش لو أسئلت والده بتدي عليك سام جيبة يعني فهل ده إيه هقول لحضرتك حاضر طيب ست بص يا سادة أنا مش هكلمك أنت أنا هكلم والدتك بتدي على بنتك ليه طب أنت دعيت على بنتك وربنا استجاب لك أنا ما بحبش الولدين يستغلوا نعم ربنا عليهم بأنهم خلوهم والدين عامل بالضبط زي واحد ربنا اداله دعا ومجابة فقال يا رب ما تحققش لفلان مراده هو ده بيغلس على نفسه وهو ده يكاد يكون ده هو تولي القرآن زكروا يدعو الإنسان وبالشر دعاه وبالخير ليه تدي على بنتك مهما حصل وأنا بقول لي بنتك برضو أن هي تتقل الله سبحانه وتعالى في أمها لكن كلام ليكي أنت حتى لو كانت بنتك مهما كانت ادهلها بالهداية هالفك اللي بيكلمك ده أب اللي بيكلمك ده أب ومش هتكلم على أني أنت لو كنت بتدعي وانت ظالمة مش هيستجاب لك أو بقول لك يا دعاء لو أمك بتدعي عليك وانت وهي ظالمةك ومش بديالك فرصة ومش ومش فاهمة أنت بتعملي إيه خلاص ربنا مش هيستجيب لها لأن الله سبحانه وتعالى لا يستجيبه للظالم وهل ممكن في أمها تظلم أولادها طبعا زي ما في أولاد ممكن يعقوا والديهم آه طبعا لتنين آه فانت ليه توقع نفسك أياتها الأم المباركة في هذا الأمر ما تدعي له هتخسر حاجة لو دعيت لها بالعكس لربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السبب مرتين إيه اللي حاصل وانت يا بنتي انت مهما دعت عليك انت عليك ان انت تحسني إليها إيه اللي حاصل تحسني إليها على كل حال هو ده الحل الصحيح إنما انت عايزاني أطمنك ان دعاءها مش هيستجاب لا أنا بأمر يعني بأقول لك أمر ربنا وإن جهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطعي أومة وصاحب أومة في الدنيا معروفة لما هي تدعي عليكي أقول لك تعمل إيه انت يدعي لها إذا إيه لها ربنا سبحانه وتعالى يبارك لها في أمرها ويحسن عملها وكمان يخليها تحبك إدعي دايما إن ربنا يملأ القلبها بحبها لك إن شاء الله وربنا يستجيب لك إن شاء الله معنا الأستاذ عماد ألو ألو السلام عليكم أستاذ عماد تفضل عليكم السلام عليكم ألو سمعت حضرتك أنا جالي يعني من فترة كده تعبتي وجالي بواسير طيب وكنت موظب يعني الحمد لله على الصلاة هل الحاجة اللي أنا بنزلها من فتحة الشركة عقني في الصلاة بص يا سيدي إحنا للوقتي إذا عملنا اللي علينا وتوضينا واتطمننا إن ما فيش أي حاجة واتطمننا لده وأخدنا علاجنا وكل حاجة بحيث إن إحنا عملنا كل اللي عندنا ده فنزل حاجة أثناء الصلاة فإحنا بنتعامل مع هذه الأشياء إذا كنا لا نستطيع إن إحنا نمنعها ولا نستطيع أن نصلي في وقت ما بتنزلش فيها يعني إذا كان الكلام ده في وقت في حاجات ما نتنزلش فيها نصلي في الوقت ده نتوضى ونصلي في الوقت ده وخلاص لكن هي لو مستمرة على طول في حاجات بتنزل ومستمرة على طول في الوقت ده دم أو شيء بنازل قبيل إيه اللي هيحصل عنا نتوضى ونصلي وخلاص إحنا بنتعامل معاملة صاحب سلاس البول إيه اللي حاصل إن ده نوع من أنواع الأشياء التي ناقضها للوضوء وبتنقض رضوء وفي نفس وقت نتحفز منها وصلاتنا هتكون صحيحة إن شاء الله إذا كان ده دائم أما ما كانش دائم وبيكون في وقته معين نصلي في الوقت المعين اللي هو مفهوش وجود هذه الأشياء مع أنا أمو يوسف من بني سويف عليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم أمو يوسف بس أتمنى على حضرتك إنه حالك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون لو تكرمت ماشا يا سيدا أتفضل نعم عاليش بس أقول لك أنا حاجة أنا أفوضي يعني نتجوزوا معي سنة أولاد طيب بل هو طبعا موجود يمشي مع حريم وفتاع والسلاج وعايزة نستهال ومش مزينا داستمام فأي حاجة ولا مزينا فقلنا فأي حاجة خالص وحاولت إن أنا أمنح كتير الكلام دا والسلاجة دي وجارت معاكي واللدرك إن أنا دعال في أهلي مني عشان وبرضو ما فيش فايدة فيه يعني فأنا أحبب إن هو ما تدعالش مني برت إن هو يلجع لبيته وعقله وإبلاده والدنيا دي ومشي وكله غلط ودلوقتي موجود معاكم في البيت ولا هو برا البيت هو لا أحنا أحنا في البيت بس أحنا مثلا مع بعضنا يعني بسي اللي هو بيطلع مصرف ما بيسألش علينا الحد ما بيزروا يجي ساعة أين بالليو ساعة ثلاثة وجلت المهارين يعليم ما يروض بش علينا ومش مدينا الكلام اللي هو زي أي زيب وزوجة وكيدة أنا في السهرية دي أنا لي أخذ عشر سنة في السهرية دي وهو ما بيش بايدة برضو أنا تعايف في البيت يعني هو سوي أنا أطلق في زعلانة ورجعت عشان ولادي برضو وكده وأهلي زعلوا مني ووردت على زعل أهل طب الولاد سنهما دي استني استني يا ميوسف استني يا ميوسف واحدة واحدة بس أولاد سنهما دي أنا يوسف عشرة عشرة سنين طب طب فلأولاد يوسف على الأقل منتبه وعارف عنده يعني مدرك لحاجة من البيقع ده آه نمامي فهو فاهم ده يعني فاهم إن فيه مشكلة فيه مشاكل بيعملها بابا وكده طبعا المشاكل بقى فيه عادات عادات عشان المشاكل دي وفيه غضب منك وكده فهو مدرك ده هو فاهم كل حاجة وعارفه وفاهمه وعارفه ويعمل إيه وبتاعه بس أنا أنا تأكد 11 سنة مش مديني الاتمام ولا مديني الواحدة وجودها ولا الواحدة عارف يتكلم معاه ولا أعود معاه ولا أي حاجة خالص ما فيه إش أنا تأكد جد طيب يا ميوسف أمي يوسف أنا دلوقتي في حلين الحل الأولاني إن إحنا لازم يحصل إن يحصل تقدير بقى للموقف ده لأن مشكلتي في الموقف ده تعدت عدة أمور مشكلتي هو الأثر السلبي على الأولاد إذا كان لازم نتأكد إنه هو مدمن للحكاية دي فيه ناس مدمنين إنه هما بيحبوا قعدة الستات فيه ناس مدمنين إنه دايما يحس إنه هو الدنجوان فيه حد عندنا اسمه الدنجوان اللي هو بيحب العلاقات الدائمة دي إلى أي مدى بتكون العلاقات دي لازم نعرف هو مقدر تديونه ليه أنا بقول لحدتك اللي إحنا بنعمله في جلسات الإرشاد الزواجي بنقيس ده هو مقدر تديونه إيه طب بيعمل الكلام دوت وهو بيتوجع وبيتدايق طب هو بيعمل الكلام والمبرر إن أنت بتعملي أخطاء فلو حلنا الأخطاء دي هو يتغير هو مين في دول مين في دول ده مش هنعرفه غير في جلسة خاصة لازم يكون في جلسات الإرشاد الزواجي الأمر الثاني والمهم أنت لازم بشكل واضح بشكل واضح إن أنت ترتبي في حياتك إن أنت تغيري برنامج حياتك يعني ناس على سبيل المثال لو كنت أنت ما بتشتغليش لازم تشتغل لو إن ليه طيب لإن احتماليات إن الجواز ما بيكملش احتماليات كبيرة وخاصة إن أنت في حاجات بقى بنبقى خايفين منها بنخاف جدا 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 من الفتنة على الأسرة على الأولاد وعلى حضرتك وعلى مكونات الأسرة في الأحوال اللي زي دي وخاصة بقلق قوي لما أسمع من زوجها إن هي بتقول إن أنا تعبت تعبت يعني استهلكت فتعبت داوة عني أعمل إيه؟ هي أكيد 11 سنة يا شايف إن هي 11 سنة وهي بتتحمل طيب أنا إيه اللي أقدر أقولك أقدر أقولك إن أنت بنت أصول ولازم تكملي محتفظة بقيمة وكوة أخلاقك فتعملي إيه؟ أنت واضح إن أنت بتقول إن أنت عملت وقفات كتيرة لا إحنا عايزين نوقفة بجد بقى المرات عنا نوقف ونقول له تعالى نعالج المسألة دي إنت عايز أولادك يتربوا في أسرة ولا لأ فنعمل وقفة وقفة من حد كبير هو بيرجع لكلامه وخاصة إن إحنا في بانيس ويف فنشوف حد كبير هو بيرجع لكلامه ونعد ونعمل الوقفة دي والوقفة دي تكون وقفة لها إطار إطار زمني وإطار في التغيير عشان الكلام ده يكون صحيح ويكون الإطار ده فيه متابعة منك هيحصل التغيير ده ولا لأ يبقى إحنا حاجتين هون الحاجة الأولانية قلنا إحنا نحتاجين نستشار الخبرة ولو تشرفونا في مركز إرشاد الزواجي أهلا وسهلا الحاجة الثانية إحنا نحتاجين وقفة وقفة بجد وقفة لها إطار وقد يكون الحلين بيساعدوا بعض في التخلص من هذه المسألة وأنا عارف إن المسألة دي ما هي السهلة إن زوجة طول الوقت شايفة إن زوجة بينتقل من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا فإحنا لازم يكون في عندنا شيء من الحسب ما إحنا ممطلبش حد أبداً أنا أصلاً بقول للناس أنا شغلتي إن أنا أمنع الناس من الطلاق بس ليس معنى ذلك إن إحنا نبقى الناس تحت طائلات الاستهلاك وتحت راحة تفتيت القلوب والعظام لازم الحاجات تكون فيها اتزان وتكون الحاجات مدروسة بشكل صحيح أستاذة هودة تتفضل قال له بسلام عليكم عليكم سلام عليكم أستاذة هودة كل عام هجري وحبيبتي طيب يفضلتك فيه وحضرتك بخير وبسلامة تفضل أتمنى ربنا أن تديري ربي كده في أيام جميلة ربنا تقبل منك إن شاء الله ربنا يفتح عليك ويريح بالك ويشرح صدرك ويفتح ليك ويوسع رزقك إن شاء الله ويحقق لك ما تتمنين ربنا يهديهم ويهديني معهم إن شاء الله طيب تفضل أولا لما بكون مدقيقة من حد أيا كان بحيث أن أنا مظلومة بحسب كتير هي الحسبانة حرم أو الحسبانة كده أنا يعني بشتم أو بنتقم أو بدي يعني أنا عارف إن رسول عزيزة والسلام لما كان مدقي فيهون أيام قال حسب يلا ونعمل وكيد طيب طيب ماشي إيه تاني آآ ثانيا آآ أنا كنت بصلي وكنت بقرأ قرآن وكنت ملتزمة الحمد لله ودركت بخلص خمس أجزاء في المسحف في المدة يوم فجيت كده بقى إيه دخلت على أكتر من كام سنة بحاول ألتزم تاني بالصلاة مش بعرف أصلي عايزة أمسك أختي من المسحف مش عارة أختي منه يعني ممكن أصلي الفجر دوة مواصبة عليه هاقول لك أنت عايزة تقولي أنا بقيت الطلوات لا حاضر هذا حاجة مدائية هاقول لحضرتك أنت عايزة تقولي أنا إزاي أرجع مرة تانية للحال اللي أنا كنت عليها صحيح؟ مع إيه أنا بشتغل والشغل برضو باخد وقتي هاقول لحضرتك هاقول لحضرتك بس عددك سنك كم سنة؟ لا أنا عندي 45 45 وعندنا أولاد؟ لا أنا أنيسة لسه يا حضرتك طيب أقول لحضرتك أنا توقعت كده عشان كده بقول لحضرتك أكلم حضرتك بس يا أستاذ أودا الحاجة الأولى أن هي الحسبانة بالعكس ده واحد بيلتجي إلى الله سبحانه وتعالى بالعكس حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلته خلاص علي توكلته خلاص أمري لي فالحسبانة بس هي إيه اللي خلى الحسبانة بتتقال عند الناس على إن هي نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع الدعاء والمعاداء لأنهم عارفين قوة هذا قوة إن الواحد يلتجي إلى الله ويحتمي بالله فالناس بدل ما تقول للناس طيب خلاص سمحني وما تتحسبنش علي وأنا مش هزلمك تاني تقول له إيه دا أنت بتشتمني طيب ما تروح أنت تعالج الظلم اللي أنت ظلمته لفلان لما الإنسان بيقول حسبي الله يعني الله يكفيني حسبي الله ونعم الوكيل وهو يتوكل عني وهو وكيلي في أن يحميني من أذاك وضرك اللي ما ظلمش واللي ما ضررش ما يضروش في حاجة طيب إحنا لما نقول كده ما يبقاش جوايا غل لكن جوايا افتقار والتجاء إلى الله وانكسار طيب الحاجة التانية أنا من ساعة ما حضريك سألتين يا أستاذه دا أنا حاسس أن في شيء أنا أقول لحضريتك الحية أنا في حاجتين بأنسح حضريك فيهم عشان ينصلح مسألة الصلاة ومسألة قراءة القرآن ومسألة كل ما كان بينك وبين الله أول حاجة إن الإنسان يكون عنده مراد وعنده احتياج وما يتحققش دا مش معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش لدعاءه ولا إن ربنا سبحانه وتعالى إزاي بيعطي للآخرين اللي هم مش على نفس طاعته وإزاي هم ما بيدلوش مع إنه بيدعي ومع إنه بيصلي ولذلك المفهوم اللي احنا عايزين نغيره إن ما فيش علاقة ما بين عبادت بربنا وما بين المخترهوري ربنا سبحانه وتعالى إن المخترهوري ربنا ده هو الخير فلازم أنا أملأ قلبي بكده إن اللي أنا فيه ده من عدم الوصول إلى الزواج أو إلى كمان إلى الأنس وإلى إن يكون معايا حد ونيس دا مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى نسيني لازم نفصل ده عن ده بالعكس الله بيرعاك والله سبحانه وتعالى جعلك في حال جعلك إزاي تعرفي قرب وفتح لك الأبواب ده أكتر حاجة ممكن تخليك توصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى إن أنت تكون مع الله بالرضا في شوية سخط دفين أنت عايز تخلص منه نتخلص منه إزاي ببساطة خالص بإن إحنا نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى وإن ربنا سبحانه وتعالى يدبر لنا أمرا وإن ربنا سبحانه وتعالى أحن علينا منه وإن إحنا غرقانين في نعم ربنا يا جماعة الخير يلي بتأخر جاوزك وإن إحنا غرقانين في نعم ربنا أقوى الحكاية دي تخليكي ما تشوفيش نعم ربنا عليك ما تشوفيش إن أنت نكحة ما تشوفيش إن أنت كل ده رزق من الله سبحانه وتعالى كون أنا عندي احتياج لحاجة معينة ما تعنيش إن أنا ما عنديش نعم هي دي الحاجة اللي إحنا عايزين نفكها إحنا غرقانين في النعم حتى لو في حاجة معينة إحنا حسين إن اللي حياتنا فيها مش متحققها لإن ربنا سبحانه وتعالى أرحم علينا منه لإنه ممكن كنت حضرتك برضو تكلميني في حالة تانية لما يكون ربنا دبرك حالة تانية وإنت حسيت بتعب ووجع واستهلاك حس بنعمة ربنا عيشي نعم ربنا أكسري من الحمد والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقي في الحياة هتجد الأبواب كلها مفتوح حضرة النبي قال له أجعل لك صلاتي كلها قالت إذن كفيت همك ووقيت اكتري من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيري بالنمك حياتك وكثري من الحمد والشكر لله هتشوف نفسك غرقة في النعم وسعيتها هتدائي وتجد نفسك بتتفتح عليك أبواب من الوصل بالله كانت مغلقة يا رب ربنا يبرك لك ويجعلك دايما في خير وسلام يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن المكمل الزواجي وعن نستمر في الكلام بس كمان احنا عايزين نقول للأزواج بسرعة ارجعوا للبيوت ان البيوت هو أكتر مكان ممكن تحتموا فيه واللي كان لسانه مش قادر يتكلم ابتدي بالكلام وبتدي بصرح ان انت محتاج لشريك حياتك مش محتاج لحد تاني هتكون تكلفته عالية وعن تكون ساعتها محروم من مدد الله سبحانه وتعالى خلينا ناخد مدد ربنا اللي في البيوت ونصلح اللي بنا لان احنا مش محتاجين مكمل غذائي احنا محتاجين نشوف النعمة اللي ربنا أودعها في البيوت يا رب أكرمنا وجعلنا من أهل البصيرة وجعلنا من أهل الرشد وجعلنا دائما نقبل عليك بالرضا وبالتوافق الزواجي يا رب العالمين أكرمنا لنرى محاسنا أهلنا ومحاسن أزواجنا وزوجاتنا بنوري نظرك إلينا يا كريم يا رب العالمين يا رب العالمين